يعد ميناء صلالة الذي بدأ عملياته التجارية عام 1998 بوابة مهمة لسلطانة عمان في التجارة البحرية الدولية ومركزا عالميا لإعادة شحن الحاويات ويستخدم الميناء رافعات كهربائية هي من بين أكبر المعدات من نوعها في العالم وتضع معايير جديدة من حيث الحجم والكفاءة وتستطيع التعامل مع السفن بعمق 26 حاوية ويبلغ ارتفاع الرفع 58 مترا فوق السكة فيما يبلغ إجمالي ارتفاع الرفع 77 مترا بما في ذلك أسفل السكة وتصل قدرة الرفع القصوى إلى 105 أطنان مما يجعلها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات العاملة حاليا وتشمل المعدات الإضافية لدعم التوسعة 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية هجينة ورافعتين للتجميع و6 رافعات مناولة الحاويات الفارغة و30 شاحنة ومقطورة للمحطة وبنهاية العام الحالي سيبلغ عدد الرافعات في ميناء صلالة 27 رافعة وهو الأمر الذي سيساعد في تقليل مدة البقاء في الميناء بشكل أكبر ويسمح بالوصول بشكل أسرع إلى الطبقات العليا للسفن إضافة إلى زيادة قدرته على جذب أكبر السفن التي جرى بناؤها في العالم ويرتبط ميناء صلالة حاليا بخطوط مباشرة مع أكثر من خمسين ميناء حول العالم إلى جانب سفن تعمل برحلات قصيرة وإعادة شحن بضائع الحاويات إلى أسواق شرق أفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك توفير خدمات لوجستية متكاملة بالتنسيق مع مطار صلالة ميناء صلالة خطط له ليصبح مستداما وقابلا للتوسع والنمو المستقبلي بما يتوأم مع تطور صناعة التجارة البحرية ودخول التكنولوجيا في العمليات التشغيلية بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي القريب من مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط الشرق مع الغرب اشتركوا في القناة